موسيقى صحيح لأنه سبحان الله العظيم شوف يا عادل والمستمعين في وقتنا إحنا زمان كانت عندنا أشياء وفي عندنا طريقة معينة كانت للتعامل مع الوالدين يعني ما كنا نقدر نقول لهم ليش طب عشان إيه يقولوا لنا لا تعمل كده خلاص ما نقدر نرفع عيننا فيهم ما نقدر نقول والله لو جاتنا دتنا من آخر الغرفة ولا آخر البيت ويكون الشيء جنبها ما نقدر نقولها طب شمعنا هذا جنبك هنا الجيل هذا الله يحفظهم الجديد يا رب ينور بصيرتهم يقول حتى لما يكون هو جنبه يتقول لك طب كلم الثاني عشان يقوم يجيب الشغلة الفلانية فعلا ولي يقول أنا قد جيبته خلاص إيه وأنا تعبته هذا يعني نتهيأ لهذه سبحان الله العظيمة الأشياء اللي فيها تغير طريقة التعامل مع الوالدين قد يكون لها سببين نعم نحن نتكلم نكون من ضمن كلامنا حقوق الطفل نعم بس أنا مجرد أنه تعليق بسيط طبعا الإعلام ودوره في غسل المخ وتركيز الأفكار أنه عادي ترد على أمك وأبوك يعني أنا كذا مرة أشوف تمثليات نعم تلاقي الواحد يرد على أمه يرد على أبوه طبعا غير الأفلام الغربية التي تتكلم مع أمه ومع أبوها بطريقة جدا جافة وأنه أنت ما لك حق تتكلم معايا وأنك أنت ما تتدخل في حياتي ولا تتدخل في حياتي يا أمي أو قطيعة الأهل وقطيعة الوالدين الشي الثاني قد يكون إحنا السبب يعني يكون الوالدين هم السبب إنهم هم ما علموا أولادهم على برهم وهذه هنتكلم عنها بإذن الله الرحمن الرحيم كيف أنا أعلم ولدي على بري كيف أعينه على بري يعني إحنا بعض الأحيان بيقول لا خليه براحته ما نعرفه لا مش شيء براحته هذا الكلام من الصغر وإحنا هنتكلم عنها بإذن الله بس كانت لفتة جميلة جدا منك إنك إنتك تتكلم فيها عن حقوق عن يعني مكانك الأم زاك الله خير نشوف أول مرة المشاكل اللي جاتنا أنا في عندي لفتة بدي أقولها أيها وطبعا هذه وصلتني ملاحظات كثيرة إنه الشباب اللي لسنا ما تزوجوا يقولوا إحنا تعقدنا هاي الحياة الزوجية كلها مشاكل كلها منعرفة بطلنا نتزوج لا يا أحبابي لا يا أولادي وبناتي شوفوا الزواج أمر فطري حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل أمر فطري ربنا خلقه فطرة إنه الرجل لا يستطيع أن يعيش بدون امرأة والمرأة تنجذب للرجل أمر فطري ربنا خلقه بدليل أن الله سبحانه وتعالى من خلق آدم هو قاعد في الجنة عنده كل شي فيها استوحش لوحده فلما جات حواء استأنس بيها نعم فلا يستطيع أي رجل أو أي امرأة يقول لك لا أنا أقدر عايش لوحده طبعا لكل حالات شوات بس الفطرة الفطرة إنه انجذاب الاثنين لبعض طيب لما أنت تجد بتقوله أنا ما بدي أتزوج أنا تعقتنا الزواج الزواج كله مشاكل طب أنت حتعوض انجذابك للطرف الآخر أو انجذابك أنت للطرف الثاني كيف؟ هل حتعوضي بالحرام؟ هل حتعوضي بأنك أنت تشوف تنجذب لنفس الطرف لنفس النوع والعياذ بالله وهذا محرم أو تنجذب للطرف الثاني اللي هو سواء الرجل أو امرأة بمحرم لا إذن السبيل الوحيد اللي هو المباحة لزواج طب الزواج هذا ترى مو كله مشاكل هو مسؤولية هو ترى سعادة يكفي أنك أنت بتحس بإحساس الأمومة والأبوة طيب يكفي أنك أنت بتحس سكنك ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه لتسكنوا إليها إذن السكن النفسي هو ستلاقيه في الطرف الثاني نعم المرأة تسكن للرجل والرجل يسكن للمرأة السكن هذا لو ما أنتو حققته بالحلال مش هيتحقق طيب المشاكل اللي بتيجي ترى المشاكل من أنفسنا من أنفسنا إحنا نعم بعدم فهمنا للحياة الزوجية ترى السعادة موجودة في كل مكان أنت بنفسك تسعد نفسك وأنت بنفسك تتعس نفسك لما تقعد يا بنتي تحطي توقعات عالية جدا من شريك حياتك وحتجيك أقل من اللي أنت حتوقعتي حتشوفي مشاكل حتشوفي تعاسة وحتقول الزواج قرف والزواج تعب والزواج ما نعرفه هو مسؤولية ما في شي في الدنيا فيها راحة كاملة حتى لما تكوني بنت لوحدك ما أنت متزوج أو تكون شاب لوحدك ما أنت متزوج ترى برضو ما فيها سعادة ما في سعادة كاملة في الدنيا فعلا السعادة الكاملة فين موجودة في الجنة إضافة لذلك سيد عتدال أن الواحد لا يقارن نفسه بالآخرين سواء في سعادتهم أو تعاستهم كل واحد له ظروفه له مسببات أشياء خلت مثل هؤلاء يعني يصير عندهم مشاكل وهو تعرف مشكلة والله معظم المشاكل اللي بتحصل طبعا سيبك من الخيانات ومن الأشياء البهاد اللي بتصير الغلط بس بالنسبة اللي بيقول زوجتي عنيدة زوجتي عصبية زوجتي منعرفة أو زوجي عنيد زوجي عصبي ترى ما هي مشاكل دي طبائع ناس صحيح طبع المفروض عندي أنا أقل للتوقعاتي أنت يا رجل قل للتوقعاتك في المرأة وانت يا مرأة قل للتوقعاتك في الرجل مشكلتنا نحن بنحط صورة مثالية البنت بتحط صورة مثالية للرجل تبغى يتعامل معها ومدرئ شو رومانسي وهذا وما تبغى تتنازل هي عن بعض الأمور ما تبغى هي تعدل في طبائعها والرجل بيحط برضو صورة مثالية للمرأة أنه هيقعد معها يتفهمها وتتفهمه والحب والمدرئ لما يجو الأرض الواقع يصدمه فيقوم تنشأ المشاكل فيظن أن الحياة الزوجية مشاكل لا أحبابي يا أحبابي السعادة أنت لتخلقها مش هي تجيك لحد عندك وتقولك لو سمحت أن سعد بيها ما عمرها السعادة تجيك لحد عندك وتقولك أن سعد بيها لا أنت تخلق السعادة أنت وانتهي أنت لحد كونوا حياتكم أنت لحد تنظر بنظرتك الإيجابية أو السلبية هتسعد حياتك ولا هتتعيسها جميل يعني السعادة صناعة يعني كل واحد له طريقته في أنه كيف يتفنن في إيجاد السعادة وتلوينها وتزبيطها وترويقها نعم فعشان كده لا تخافوا من الزواج الزواج هو سكن ومودة ولكن يحتاج منكم فهم زي لما أنت بتقول أنت بدي أدخل الجامعة عشان بدي أتخرج و بدي أتوظف أبغى أسير مثلا رجل أعمال أو مهندس نعم أنت نظرت للهدف الأخير طب ما نظرت للصعوبات اللي تجيك قد يجيك دكتور يغط قلبك ولا دكتور يغط قلبك و يكرهك أحياتك و تكرهك عمرك قد تواجه صعوبات قد تواجه مواد صعبة طب تقول والله ما بدي أسير مهندس ولا أسير دكتور ولا أسير رجل أعمال ولا أسير عشان الصعوبات دي لا أنت عشان توصل هدفك الأخير لازم تمر بالصعوبات دي كذلك الحياة الزوجية على مستوى أعلى يعني نعم بس هذه كانت مجرد أني أنا أقول لي إيش استطراض هذه لفتة مهمة جدا أنه الواحد يعرفها عشان لا يتعقدوا ولا يفكروا شيء لا أحسنتي بارك الله فيك سيد عدد من نسبة للأشياء اللي بتجينا في الفيسبوك طبعا هو مجرد مساعدات لناس يعني أنه نحن بنساعدهم يحطوا طريقهم ويحطوا رجولهم على الطريق اللي يقدروا يمشوا فيه أي إحنا ما نقدر نحل مشكلة أحد إذا أنت ما سعيت أنك أنت تحل مشكلتك ما هتحيحلها ترى إحنا مجرد الآن ترى يعني يا أحبابي ويا أبناء وبناتي إحنا الآن مجرد نأطيكم خطوات تمشوا بيها إنتوا بيدكم اللي يتنجح دول الخطوات يعفى ما هنقدر نمسك يدكم ونحطها فيها فعشان كده لما نجد نتكلم عن الأشياء العنادة والعصبية أو مثلا في مشاكل ترى إحنا ما بنحلها إحنا بنحط يدكم أو رجلكم على الطريق هنا في واحد بيقول أرجو مساعدتي برقب مختص في مستشفى الأمل في جدة أو الإيميل والله أعتقد أنه بعدين لو تقدر تحط عنوان مستشفى الأمل أو هذا ولو تقدر تطلبه من الاستعلامات مستشفى الأمل فتقدر تروح هناك وبعدين هناك في سرية كاملة ترى يعني ما حد حيض هذا ونسأل الله أنه يعني يعني يساعدكم ويتوب على الإنسان اللي سبحان الله العظيم بيحتاج المساعدة دي نعم طبعا فينا بيقول نرجو من القناة عادة حلقات جمعة جمعة في الإذاعة يريد نوصل هذا الاقتراح عادل لمديرة هي الحلقات السابقة موجودة حاليا على قناة الإذاعة في اليوتيوب بالإمكان سماع الحلقات الماضية أما أن نعيدها في نفس الإذاعة هذا اقتراح إن شاء الله نوصل للإدارة بإذن الله بعدين في ناس اللي بيسألوا بيقول طيب إحنا اللي بيكون البرودة العاطفة أو أنه ما بيحس بعاطفة تجاه الطرفة الثانية نعم يعني مثلا واحد بيقول أنا متزوج من فترة بس أنا ما أحاسس أن أنا بحب زوجتي أو أحس أنه يعني حاسس بنقص عاطفة عندي فمع أنه زوجتي ما بتقصر معاه أو زوجها ما بيقصر معاه لكن هي ما بتحس بعاطفة نحوها شوفوا يا أولاد ويا بناتي لما جاء رجل عمر من الخطاب وقال له أنا ما أحب زوجتي فقال له أو كل البيوت تبنى على الحب أين المودة وأين العشرة طالما أنه الزوج أو الزوجة يا بنتي ويا ولدي ما بيقصر معاكم أنتوا حاولوا تنظروا للطرف التاني بنظرة تانية يعني لما الواحد ترى يحط المشكلة قدامه ما حيشوف غيرها طب أنت حرك عينك شوية أو تحرك من قدام الحاجز اللي أنت حطيته حتشوف أشياء تانية نعم يعني مثلا اللي بيحس أنه زوجته طيبة وكله بس هو ما بيحبها طب أنت حاول تنظر إيش فيه شيء إيجابي فيها وغير مشاعرك ترى الحب أنت تقدر تحرك وهو الحب ما حيجي مفتح قلبك ودخل فجأة كده فيه عادة مثلا اللي بيحبوا بعض هدول كيف حبها كيف حبته شافت فيه أشياء كانت ناقصة فيها أو نظرت بعينها نعم أو نظرة بعينه نعم ورأى الشيء اللي هو يبغى يشوفه فنفس الشيء تعال شوف بالنسبة للزوج أو الزوجة اللي ما هي حاسة أنها تحب زوجها أو مو حاسس أنه حب زوجته أنت حطيت وقفلت على عينك أنك أنت ما تحبها أو أنك ما تحبيه بس طيب حاول أنك أنت تخرج شوية خارج الصندوق وتطلع من فوض وتشوف إيش فيه شيء نحب في دي الأدمية أو إيش فيه شيء نحب في دي الأدمي وحرك قلبك أنت وحرك قلبك حاول تتفهميه واتفهمك إذن يعني تقصد صدعت دال أن الحب هي مشاعر نعم وهذه المشاعر تحتاج أن الواحد يولد طاقة فيها حتى يحرك نعم وهذه يمكن تتم يعني الحب سلوك أكثر من أنه نعم هذه المشاعر تتم يعني حبها بمعنى افعل كل ما يجعل هذا الحب يتولد من جديد كل ما يرغبك فيها أيوة يتولد خصوصا إذا كان الزوج مثلا بعض الحيان تقول وحدة زوجها طيب وحنون بس أنا ما حبه طيب حبيبتي إذا أنت ما تحبيه هو يقول طيب وحنون بس أنا ما حبها نعم طيب أنت ملازم تموت في دباديبها ملازم تعشقها ملازم شوية شوية مع مرور الأيام شيل فكرة أنك أنت ما تحبها وأنظر إيش المزايا وإيش المزايا اللي فيها واللي فيه طيب عشان تحبها وحيتولد بعد كده الحب لكن لا تقفلوا مخكم وتحطوا إيش أن الواحد هذا قدامه ما حبها ما حبها فعلا حتحس أنك أنت ما تحبها لكن زي تعمل عملية تقناء نفس نفسك اللي مثلا زي دحينة عندك أنت اللي بيمشوا مثلا الدورات هادة اللي بيقول لك يمشي على الجمر وما بيتلسع طبعا هو ترى ما بيلسع يعني الجمر هو يعني ناره مطفية شوية نعم فيها حرارة بس عامل عملية تقناء نفس النفس وأنها ما تعور نعم طيب فما بيحس بألمها كتير نعم زي وزي لما تجيب حبة فتمين وتقوله ترى هذا علاج للدواء حقك هو ما هو علاج هو مجرد حبة فتمين بس سوا عملية تقناء نفسه نفسه هتعافع وتكون ممكن تكون حبة سكر وممكن واحد زي اللي بيقول لك مرة لأنهم جاتوا بتجربة قل لهم حط في هتلر كان بيقول لهم أنه حط ثلاثة جنود وقل لهم هعطيكم دحينة فيه غاز حيكون غاز سام وحتموت فيه خلال ساعات فعلا لقوا اتنين بعد فترة ماتوا بالغاز السام والثالث حلوشك الاحتضار مع أنه هذا ما هو غاز سام هذا مجرد أنه كان بخار ما نعم مجرد أنه تهيئ تهيئ فإن تهيئ نفسك للحب وحتحبها هنا فيه واحدة بتقول أنه شي اسمه هذا أخوها بدي يخطب بنت عمه ولكن هم يعني ما هم كويسين وفصخوا خطوبة أحد أبنائهم وطلقوا زوجة ابنهم والحديث معاهم عقيم وإحنا ناس بسيطين ومحنا عافين نقنع أخويا شوفي بعض الأحيان هذه كمان المشكلة نقدر نقولها لأي أحد تاني مثلاً إجوا أهل بدهم إجبروا بنتهم منها تتزوج على أحد تاني معين نعم طيب أو زي كده هذه أفضل شيء أفضل شيء طبعاً أول شيء الاستخارة المستمرة الاستخارة الدائمة شوفوا يا أولادي إيش معنا الاستخارة وشوفوا يا بناتي إيش معنا الاستخارة الاستخارة اللي هو الدعاء وتستخير أكتر من مرة طول من تقاعد وقاعد وجاءة لسرعة بالذات تبقى تروح تتزوج تبقى تشتغل في مكان تبقى تسافر أي شيء استخير فيه في أي حاجة ومو شرط يعني ممكن صح تصلي وبعض الصلاة تدعب الدعاء بس ما هو شرط ممكن تدعب الدعاء لوحده وانت قاعد ما هو شرط إنك أنت تسع تحلم يعني فيه ناس كثيرة يقول لك أنا باستخير لازم أحلم وأشوف في النوم لا ما هو شرط طيب ولا هو شرط إنك تحس بأي إحساس قد ما تحس بأي إحساس لا إحساس انشراح ولا إحساس ضيق تقول ما نحاسس بشيء نقول لك أستخير وأمشي في الموضوع لو ليك خير حتلاقي الأمور أتسهلت واتيسرت ما لك خير الأمر تقفل معاك اللي زي كده مثلا إيش تسوي أرم الكرة في ملعبه نعم أرم الكرة في ملعبه بعض الأحيان لما تقعد تقنع في إنسان ما يقتنع معاك وقد ما تتكلم معا ما يقتنع معاك طيب لكن لما تحط الكرة في ملعبه وتجد تقوله الأمر عائد ليك وهذا اختيارك أنت وأنت اللي حتعيش معاهم طيب بس أنت حتتحمل مسؤولي بينونه إيش المزايا وإيش السيئات اللي موجودة طيب العيوب والمزايا وأتركوه ويختار نعم أي إنسان ترى شوفه أي إنسان لما يجي له الاختيار هو حيبدأ يتردد ويفكر لكن لما نحس أن الآخرين بيفكروا عنه يقول معاند فأتركي له هو الاختيار أتركوله قلوله أنت أختار بس استخير استخير وأنت استخيره وشوف هذا كده وضعك هو ساعته حيفكر ألف مرة زي برضو أنا مرة جاتني واحدة قالت لأبويا وأهلهم بدا مزوجوني على واحد أكبر مني 13 سنة ومني عارفه وهذا فيش قلت لها قلت لها يا بنتي أكثر إن الاستخارة وروحوا قولي لأبوك أمك أنا بين يدكم طيب أنتوا ما حتختاروا لغير الأصلح فشوفوا أنتوا وأنا أنت اللي تقولوا أنا موافقة عليه قالت لي والله جاتني بعد فترة قالت لأبويا بطل ليه؟ لأنه لما نحس أنه هو اللي حيختار شايف بدأ يفكر مظبوط عادة كده الناس ترى يحبوا أنه يرمي عليك اللي إيش يخليك شماعة يصير يقول لك أنا قلت لك أنت اللي اخترت شايف مع أن يكون هو اللي ضغط عليه أي شايف فزي كده تقدروا إنكم إيش تمشوا معهم آه في آه هذا واحد بيسأل كيف الخطوبة يقول تقدم خطبت من دخاله وتمت الموافقة وقرات الفاتحة الحمد لله طبعا هو يعتبر مخطوبين إن يعتبر مخطوبين ولست وليست زوجتك نعم يعني ما في مسكة لا تمسكها لو سمحت يدك ما يجوز أنها تنحط على يدها ما يجوز أنك أنت تقعدوا لوحدكم في غرفة لوحدكم إذا هي محجبة ما يجوز أنها تخرج لك بدون حجاب ما تنفرد بيها مع أهلها أي نعم طيب التواصل معها ممكن تتكلموا بالتليفون بس ما فيش داعي للحب والمحبوب وهذه الأشياء كل هذه لأنه لسه الخطوبة هو وعد بالزواج وليست زواجا نعم طيب فهنا تكون إيش يعني زي ما تقول إيش يعني فيه فاصل شوي وفيه حاجز هل برؤية شرعية طبعا طالما أنت لمن شفتها تيبغى تشوفها مرة تاني حتشوفها بإيش بحجابها طبعا كلام الرومانس تكلمنا عنه خلاص هذا اللي بتقول إنه مرت أبوهم يعني أمهم متوفية ومرتبهم بتتعامل معاهم بمشاكل وتدور المشاكل وكلهم مشتتين عن بعض شوفوا فيه عندك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أول شيء هدونا البنات والأولاد اللي هم بنات المرأة المتوفية يجب إنهم هم يلموا بعضهم على بعض يألفوا بين قلوبهم والبعض يتفهموا كل واحد فيهم يدعم التاني نعم لو واحد فيهم زعل التانيين كلهم يقعدوا يطبطوا عليه ويهونوا عليه هذا أول شيء الشيء الثاني زوجة الأب قد تكون في تصرفات هي بتسويها طيب بحكم كونها أم مثلا قد تكون غايرة منكم قد تكون غايرة قد تكون مثلا إحنا الأمهات بعض الحين بنخاصم بناتنا وبنخاصم أولادنا إذا ممكن هي بتكون بتخاصمكم كأولاده وبناتها بس عشان أنتوا حاسين أنه هي مرت أبوكم ففاهمين الوضع غلط لأنه تعرف إيش دائما نصورونا حتى في أفلام الكرتون دائما مرت الأب زي سندريلا مرت الأب هي جريرة والما نعرف إيه فدائما صح في قصص في قصص أنه زوجة الأب تكون هادي طبعا في قصص بعض الحال نفس الأم والأب بيكونوا قساع والأسف أن القصص السيئة هي اللي بتطفع سطح وهي اللي بتتداول بالرغم أنه في كثير من المواقف كثير من الأمهات للأب يعني زوجات الأب على عكس ذلك نعم والله أنا أعرف كثير وأعرف عن الوحدة معرفات تعتامة ما شاء الله عليه لا قوة إلا بالله يعني فعلا يعني بنت زوجها يعني ما شاء الله تبارك الله كأنها بنتها إنسانة رائعة جدا وكثير من كده لكن في ناس دائما يصوروا القصة كده هذه خلاص أنه مرت الأب هي الشريرة هي اللي بطالة هي المنعافة لا يا أولادي لا يا بناتي وبعدين أنتوا حاولوا أنكم تنظروا لها كأم أم هادكم بيخاصموكم وبيضربوكم حتى بعض الحال زوجة الأم يعني كثير إنهم اعتبروا زوجة الأم كأنه هذا العدو اللدود والشرير طب ما أبوكم بعض الحال بيخاصمكم أبوكم بيشد عليكم إيش معنى هذا لأ ما هو أبونا لا هذا يعتبر كأنه أبوكم مسؤول عنكم فلا ننظر للموضوع كده بالمعامل الحسن وبالتفهم الطيب ولو كانت أمكم موجودة كانت حتعاملكم بضيط طريقة ويمكن أقصى من كده ولو أبوكم كان موجود كان حتعاملكم بضيط طريقة وحيكون أقصى من كده نعم حسنا نكتفي بهذا القدر سيدة اعتدال حنطلع فاصل إن شاء الله موضوعنا الرئيسي وهو عن تربية الأطفال حقوق الطفل بإذن الله ألف ألف أف أم جمعة جمعة لحياة أفضل وموضوع حلقتنا في هذا البرنامج جمعة جمعة مسمعنا الكرام عن حقوق الطفل وشيء من حقوق الزوجين أيضا حديثنا بإذن الله تعالى مع الأستاذة اعتدال إدريس ذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل لمن أراد أن يشاركنا برسائل نصية على STC 847700 موبايلي 640660 أما زين 746262 اتصالكم على الرقم 026161100 وأيضا كان هناك مزحمة اتصالات بإمكانكم الاتصال على هذا الرقم 70057499 مرة أخرى 70057499 موضوعا اليوم عن حقوق الطفل حقوق الطفل نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة لحقوق الطفل أول حق حطوا الإسلام على الزوجين طيب يعني من حقوق الطفل عليكم أنتم الزوجين كأب وأم إنك تحسن اختيار الأم وتحسني اختيار الأب نعم يعني هو ما هو سبحان العظيم ليش لأن الطفل هذا يعني إذا ما كانت أمه كويسة كيف حيتربه وإذا ما كان أبو كويس كيف حيتربه فيجب أنك أنت تحسن اختيار الأم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسابها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك مو تبدأ تدور أنك أنت والله تبغى حلوة وجميلة وبيضة ورشيقة وجسمها مدري كيف وما تهتم بأخلاقها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق مرة مهمة يعني شوفوا ليش المشاكل الآن بتحدث بعض الأحيان بعض الأحيان أنه ما يحسن اختيار الزوجة عجبته عجبها حبته منعها بدون ما يسأل عن أهلها بدون ما يسأل عن كيف تربيتهم دولة قد يكون مهم متوافقين تماما يعني كل الناس خير وبركة طيب بس قد تكون العائلتين نفسها مهم متوافقة مثلا هذه عائلة متحررة ودي عائلة محافظة وتقوم يقول أنا هاخدها وبعدين هعلمها كيف تستم محافظة ما هتتعلم معاك هتربي ولدك على الشيء اللي هي متربية عليه و هي متعودة عليه على قناعاتها على قناعاتها هي فإذا يجب أن تكون الكفاءة بين الزوجين متقاربين في العوائل حتى رسول صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم خضراء الدم قالوا وما خضراء الدم يا رسول الله قال الحسناء في منبت السوء يعني مثلا تلاقي عائلة والعياذ بالله الأب مدمن والأم مدمنة والأخوان مدمنين العائلة كلها سيئة طيب أخلاق سيئة جدا في وحدة صح احنا بنقول بعض الحال إذن بها هي جائب بس يعني قصد إذا كانت هي قد تكون في جزء من أخلاقها مشابهة لهم قد يتعبوك يا ابني ما في لا أمتي ربي ولا أبي ربي ولا أحد يوقف في طريقها ويقول لها لا الغلط غلط الأم أم الزوجة لها دور كبير فإنها تعقل بنتها نعم لو كانت الأم كل ما زعلت مرتك ولا شيء أخسريك منه تعالي ولا يجي يأخذها ويجي يمشي حتى طيب ما صار زواج هذا طيب كيف الطفل حيستقر كيف حتستقر حياتكم هيبدأ من بدايتها زعل وما زعل حملت ما حملت هذا إذن أول حق من حقوق الطفل إنك أنت تحسن اختيار أمه وإنت يا بنتي تحسني اختيار الأب تشوفي لا تجي تقولي واحد مدمن واحد مدرئي واحد مدرئي أو عيلة غرتك اسم العيلة واسم العيلة ما هي كويسة أو متحررة جدا وتقولي أنا أبغى ما ينفع هذا الكلم طيب إذن أول شيء اختيار الأم الشيء الثاني إحنا بنقول لما نقولنا تكلمنا عن لنت الدخل التسمية من حق الطفل عليكم أنكم أنتم في أثناء العلاقة تسموا بتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عندما تحمل الأم فيه قلنا أنها تبدأ تدعيله والأب يدعيله ويحرصوا قدر الإمكان على الراحة النفسية حتى لا تؤثر على الطفل وتنتبه لصحتها نعم طيب يعني حتى كمان العصبية والنرفزة والزعل كله بيأثر على الطفل الأم أيضا من حق الطفل عليك يا بنتي لو أنت بتدخني أرجوكي وقف التدخين عشان هذا حيحاسبك يوم القيامة لأنه بياخد من دمك ودمك كله نيكوتين بيأثر على الطفل لو الأم بتشرب قهوة كتير حرم عليك اتق الله بدع الطفل لأنه كل الكافيين اللي أنت بتشربيه بيدخل في دم الطفل وطفلك ما حينملك بعد كده طيب أي أطعمة ضارة أو أي أشياء هذا الطفل بتغذى بيها فتنتبهي على نفسك وعلى الطفل دام من حق الطفل اللي حيحاسبك عليها إيش يوم القيامة فعلا أستاذ عتدالي حتى في بعض البنات أو الأم تزوجوا وتحمل يكون عندها طفل مشرط أنها بتدخن أو أنها بتشرب كافيين لكن عندها عادة سيئة في مسألة غذائها أي فيعني تقول أنا متعودة كذا إني أحب أكل هذا الشيء وإني أتصبح على الشيء ده أي فدون أن يكون هناك حمل مسؤولية أن عندها طفل يعني لا بد أن تتقل الله فيه وفي غذائه حتى الأب يعني بعض الأحيان الأم ما تدخن فيه تدخن سلبي نعم يعني أنت يا أب اتق الله في ابنك صحيح أنا والله مرة شفت في السوق واحد ولا رجال ماشي والسجارة في يده وطفل صغير جنبه طب لو الطفل الصغير قلدك ومسك السجارة زيك إيش هيعمل هتضربه ولا هتقوله تفضل يا ابني سوي طب أنت قدوته أنت اللي بيحبك المفروض أنك أنت ما تدخن لو أنت مبتلى بهذا الأمر ما تدخن أمام طفلك نعم ولا تدخن في البيت لأنه زوجتك حامل تبدخن أخرج برا ألا أنت بطلها طيب ليه لأنه أنت بتضر الطفل هذا هذا من حق الطفل عليكم طبعا الدعاء المستمر حين الولادة طبعا هذا من حقوقه التحنيك والأذان في أذنه وإحسان إحسان اختيار اسمه البعض ما يعرف معنى التحنيك سادعة التحنيك اللي هو طبعا يكون إنسان صالح يعني يتفائل إنسان بالناس الصالحين الطيبين بيأخذوا تمرة لينة أو شوية عسل ويحطوها في فمه الطفل عند لثته تقول لثته عن سكف الحلق بحيث أنها ترفع عند الحنك عند الحنك أيو أيو هو إحنا سكف الحلق نسمي طبعا التحنيك حنك والله ما حتى أعلم يقول حنك من الحل الصبح ما حتى أعرفها يا عالي طيب فأنت تقول استقف الحلق نعم بيرفعوا فيه عساس إنها بحيث إنه يرضع الطفل مزبوط نعم ويعني بحيث إنه يدخل في فمه السكر اللي هو الطيب اللي يكون سكر طبيعي نعم وليس سكر صناعي نعم هذا هو التحنيك إحسان اختيار اسمه أن يحسن اختيار اسمه الآن دحينا المواضة الطالعة أسامي عجيبة وغريبة تلاقي لما تجي مثلا تقول لهم لي بنسمي الولد مثلا عبد الرحمن ولا عبد الله ولا عبد العزيز يقول لك يا أبو يا ولد صغير قد كده حرام عليكم تسموه اسم قد كده كبره ولا جيت تسمي البنت خديجة ولا عائشة ولا فاطمة يا الله إيش الأسامي القديمة دي طيب هو الولد هيفضل طول عمره صغير طيب ما هيكبر لما أجي أسمي بالذات الرجال يعني لكل من اسمه نصيب صحيح لو سميتوا اسم ماي صايع ضايع حيطلع لك الولد زي الجيل ضايع وحلته حالة وياي رقيق وما نعرف ما يقدر يهو سموا أولادكم أسامي عدلة والله حيسألكم عنه يوم القيامة صحيح والبنات مدرش وكل شيء يقول لك لا له معنى من يدار يا إيش الموضة الطالعة دي اللي يقول لك له معنى له معنى بالفرنسي وبالتركي وبالمدرئ لا يقول لك كمان الشي الأدهى والأمر له معنى في اللغة العربية الفصحى إيش هو من دار يا من فين طلعوا شفهم شيء من إيش أسامي الغريبة العجيبة دي ويقول لك لا هو معنى شلال الدهب ولا مدرئ بس يا جماعة حرم عليكم اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم سموهم أسامي عدلة ولكل من اسمه نصيب شوف في أسماء ليها تأثير على الإنسان لما تجي تقول مثلا اسم عمر عمر صارم يعني شديد أو شيء عبدالعزيز اسم حنون شايف مثلا فارس اطلع فارس الرجل تجي تسميه رحف والتي تسميه مدرئة يا جماعة تقول الله في أولادكم ونجي بعدين يبغى أولادنا يطلعوا الرجال بلى هذا فسموا أسامي أولادكم من حق الطفل عليكم طيب سموهم أسامي عدلة مو اسم أجنب واللي اسم دا ترى انتوا تتحاسبوا يام القيامة الطفل والله يام القيامة طيب سيسألكم يقول لكم يا أمي وأبوي انتوا سمتوني اسم محلو وبهذا الحال قد يتعرض لتريقة أصحابه صحيح في المدرسة وتريقة هذا وينقرأ مدري كيف يعني أسامي ويقعد يضاربوا عليها فيعقدوا نفسيته بسبب هذا الاسم الشيء الثاني اللي أنا حب أقوله طبعا فيه دائما دائما تصير مضاربات بين خصام بين الأم والأب نعم طيب الأب بدي يسمي اسم أمه شايف أيوة والأم تقول والزوجة لا أنا اللي تحبت وأنا من حقي أسميه وهو متعب وما نعرف إيه وببعضهم يقول أنا أسمي أسماء الأولاد انت مالك صراحة أيوة وانت سمي أسامي البنات أين هذا لا أخذوا قسمة عدل يعني بس بدي يسمي اسم أمه المسكينة أين تقول لك لا اسمه مدري إيش اسم أمه ما نعرف إيه أنا اللي تعبت وأنا ما أدري إيه ويعملوا بينهم مشاكل شاكلوا بعد الفاصل هنكمل حكاية أي نعم موضوع الأسامي الأسامي ما بين الأب والأم باي فاصل نرجع لكم خلوكم معنا أبدو لكم السمعين الكرام وإحنا ما زلنا في موضوع التبديع في مسأة الأسامي خاصة الأسماء الأطفال أول ما يولدوا طبعا 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 اللي أقولنا عليها قبل الفاصل أنه بتحصل مشاكل الآن بين الزوجين أنه لا ما أسمي وأسمي وتزعل المرء أو تعتبرها تقول هذا تحكم وسيطرة لا يا أحبابي يا بنتي شوفي الإسم اللي ربنا كاتب له هو في السمع والله حيجي سواء ضاربتي حاربتي الإسم لهذا اللي أبغى منك يا بنتي أكسب زوجك وأهله لو كان زوجك يبغى يرضي أمه ويرضي أبوه بده يسمي بأساميهم يا ستي أنت خسرانة شي حتقولي لا أنا تعبت وأنا ما حنادي وأنا اللي حنادي ما نعرفه هي اسم ما لكن حتكسب رضا ويكسب زوجك رضا أمه وأبو أنت يمكن لما حتصير أم في يوم من الأيم حتتمنى أنه أحد من أولادك يسمي اسمك أو شي وقد تقولي لا أنا ما بدي أضغط عليهم طيب يمكن هم يا بنت الحلال أهل زوجك من النوع مثلا اللي ينبسطوا ادخل السعادة على قلبهم نعم ترى والله ربنا حيدخل السعادة على قلبك هي إيه؟ اسمه اللي ربنا كاتب له هو في السمح حينزل به مش انتحة هذا لكن هون المشاكل ولا تعمل كثير أسمع مشاكل وهي في المستشفى لسه ومتضاربة مع زوجه عشان الاسم وتبدأ تعمل منها حكاية وقضية وزعل ما تحرز الدنيا ما تحرز والله ما يحرز هذا انك انت تعمل عليها مشكلة ولا انت تعمل عليها مشكلة سمي اسم أمه حتكسب بره وحيكسب هو برك ويكسب بر أمه أبوه ولا اسم أبوه واسبيها على ربنا حيجيله الاسم اللي ربنا كاتب له حيجيله نعم طيب بعد كده عندك التربية احرص انك انت توريله من حق الطفل عليكم منكم انتو تعلمو تعلموه الطيب تحفظوه شيء من القرآن تعلموه الأخلاق الطيبة تكونوا انتو قد ولي شوفوا بنت ذات لما تكون عندكم بنت الآن الموضة الطالعة اللي في الأسواق كلها القصير والستريتش والمظلط والمن عارف ايه البنت عمرها خمسة سنين ستة سنين أو سبعة سنين ولبسوها دي الأشياء طيب فجأة تلاقي البنت مثلا جاتها الدورة أو كانت عمرها مثلا تسعة سنين هل حد من يوم ما هتجي الدورة وانت ما علمتيها ولا حشمتيها ولا شيء هتجي تقولي والله تحجب يا بنتي ولا صلي على طول إذا أنت ما ولفتيها من صغراء صح ما بقول لك والله أقعد يلبسيها وغمغميها وهذا بس لبسيهم المستر احرصوا على بناتكم وأولادكم علموهم الحياء علموهم الحشمة علموهم أنكم أنتم ما تكذبوا عليهم أبدا أبدا لأنه لو كذبتوا عليهم خلاص حيفقدوا ثقتهم فيكم مو تجي تقول لهم أنا حسوي لك ده الشي وانت ما بتسويه ده أنت كنت بتكذب عليه ما حتصير عندك ما حتصير له قدوة لكن خليه يتعلم منك أنك أنت لما توعده توفي بوعدك نعم تفهم تجي تقول له مثلا يا بابا وديني هنا والله يا ولدي إذا كتمكنت أني أنا أوديك أوديك إذا ما قدرت تسامحني ما فيها شيء لما تكلمه لا تكذبوا عليهم تكوني خارج السوق ولا شيء تجي تقوله راح عند الدكتور كتبت عليك كذبة قليلوا رايحة مشوار خليك صادقة معاه يتعود الطفل أنه هو ياخد منكم الصدق دائما يتعود الطفل الأشياء الخرافية دي ما تنفع يقعدوا تكلموا معاهم اجلسوا معاهم ربوهم علموهم علموهم الصلاة اخليها تجلس جنبك ويجلس جنبك خدوا يا قبل المسجد اتعلم معاك الصلاة حاولوا قدر الإمكان بلاش السب بلاش الشتيمة هادي اللي تعود الطفل أصلا أنت أهبل دائما أو أصلا أنت ما تفهم أنت تكرارك لهذا الكلام لهذا الطفل حيخليه فعلا أهبل وحيخليه فعلا ما يفهم حاولوا تعودوهم يتحملوا مسؤولية مثلا ابنك يا رجل يا أب طيب عمره 8 سنين 9 سنين حاولينك أنت لما تروح البقالة يلا روح يا ابني نقيل الشيء الفلاني هذا وأحترم رأيه أحترم أنه هو نقى هذا الشيء ما عرف لا تشخط فيه لا تزعق عليه أصلا أنت ما تفهم لا اتعامل معاه بأسلوب آخر حاول إنه ما عرف زاك الله خير شكرا يا ابني بس أنا كنت أبغى الشيء الفلاني لو سمحت روح تجيب لهوا علموا أنه يصير رجل ما يصير خيخة ما يصير لك علة ما يصير لك ما يفهم شيء هذا لأنه كنت في البداية بقول أنه إحنا بعض الأحيان ما نعود أولادنا أنهم يكونوا يعني زي ما تقول إيش بارين بينا نعم نخاف عليهم ما نبغى هذا نهتم بس فقط بإيش أكلهم وشربهم ولبسهم طيب والتعليم لكن الأخلاقيات ما بنهتم فيها هناك من يخلط ما بين موضوع الرعاية والتربية سيدة اعتداد نعم هو الرعاية بمعنى الأكل والشرب وهذا ممكن بيؤدي كل أب وأم يمكن حتى من دونهم حتى الخادمة ممكن تدعو من دونهم أي أحد يقدمها لهم لكن هو المسألة في التربية الغذاء النفسي والأخلاقي اللي بنحتاجه اللي فيه عندنا احنا ضعف بشكل كبير في تربية كثير من الأبناء أتعرف يا ابني أيش كمان المشكلة عندنا أنه نبغى نقول الكلمة تتنفذ على طول نعم ونجي نقوله مليون مرة أنا بكلمك طبعا المليونات هذه داما نحن نقولها ندم فخم الموضوع أكثر مليون مرة أنا قلتلك أعمل كده مليون مرة أنا قلتلك سوي كده أنت ما تفهم أنت ما نعرف طب أنت يا بني آدم أنت يا أب وأم كم مرة الله سبحانه وتعالى كلمكم في القرآن وقل لكم صلوا ولا قل لكم لا هذا ما تعملوا سمعتوا الكلام لا زال في تقصير لا زال في تقصير وإنتوا كبار وكبار أنتوا وإنتوا ما سمعتوا كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو المنعم المتفضل عليكم اللي خلقكم واللي واجب عليكم طاعتهم فعلا تهموا تيجوا على الأطفال إيش معنى تربية مأخذ من ربا يعني حتاخد وقت طويل يعني أنتوا يا أبهات يا أمهات ألن يسيروا عمر أولادكم في التلاتينات ترى وإنتوا لا تزالوا تربوا فيهم حتى الأربعين لأن التربية عبارة عن مواقف مواقف بتعدي عليكم حاولوا أنكم إحرصوا ما تعصبوا عليهم كتير إحرصوا عدم الدعاء على أبنائكم ادعو لهم عودوا لسانكم مو تدعوا الله ياخدك الله يحمل فيك الله يسوه فيك طب لما ربنا ياخده مش أنت اللي تنقهري لما يمرض مش أنت اللي بتصير فيه ده حتى لا مؤاخذة يعني لا مؤاخذة في كلمة مثلا تقول وجع ولا عما طب مولا ولا نعمة ولا توجع مش أنت اللي حتتعب وانت اللي حتتعب قلب الأم وقلب الأب ما هيقدر هذا نعم فما تدعوا على أولادكم مهما كان مهما علموا وغلط ادعوا لهم اتعلموا من الصغر من صغرهم الله يهديكم حتى لو قلتها بعصبية الله يهديكم الله يصلحكم الله ينور بصيرتكم حتى لو نفترض أنك أنت سبت سبت حطها في الشيطان حطها في أي شيء لا تدعي على أولادك أنت اللي حتتعبوا يا أبهات ويا أمهات احرصوا علموهم الصلاة علموهم الأدب حتى لمن ولدك يكبر ويبدأ يوصف في سن البلوغ أجلس معا يا أب وضح له إيش سن البلوغ حقه كيف الاحتلام كيف الغسل علموهم دخول الحمام الله يكرمكم علموا أولادكم الطهار لأن الطهور شطر الإيمان علم بنتك علم ولدك علم بنتك علم ولدك كيف يطهر كيف يدخل الحمام الله يكرمكم كيف يغسل كيف يستحمى كيف يتنظف علموهم الحياء مو تتركوا بنتكم ماشي لابسها مثلا بتسبح بره بميوها أو شي طب فينا الحياء مو تترك ولدك ماشي مهوي ولا حاجة وتقول فينا الحياء علمتوا أنت علم ابنك الحياء وعلم ولدك الحياء سواء في كلامه في لبسه في كل شي نعم حتى في نومه لابد أن يتعلم مثل هذه الأمور نعم أنت بتكون القدوة لي وإنت القدوة لي احرصوا من حق الطفل عليكم أنه يعيش بنفسية طيبة لا تضاربوا قدامه إياك يا أب ثم إياك تهين أمه قدامه أنت في إحدى حالتين إما أنه الطفل حيتعود أنه يكبر ويهين أمه زي ما كان أبوه بيهين أمه وحيهين زوجته طيب نفس الشي حيسويه أو أنه حيحقد عليك أنت ويكرهك أنت فإنت في كل تالحالتين أنت أحوجته إلى عقوقك وإلى عقوق أمه بعدين أنت يا أب أبا أقول لك شي إحرص على زوجتك وإحرص على مراعاة يعني احترامها أنت ما حترضى أنه أحد حيجي عامل بنتك بضيط طريقة ولا هي بنتك حرم عليها وزوجتك حلال لها أنها تنهان وأنه أحد يسبها وأنك أنت تسبها وتهينها وتكسر بقيمتها بكرة لما حتكبر بنتك ترى انتبهوا يا أبهات انتبهوا يا أبهات والله الدنيا سلف ودين زي ما قهرت الأم حتلاقي أحد يقهر بنتك انتبه ما حيهون عليك ساعتها ولا هادي زوجتك بنت ناس أغراب ودي بنتك ضن قلبك طيب أبوها برضو بنقهر عليها أرجوك يا أب اتعامل مع في مشكلة بينك وبين زوجتك ادخلوا في غرفتكم لو سمحتوا بينكم وبين بعض لا تتكلم قدام الأولاد ما فيش داعي للزعيد وإنت يا أم احرص أن أنت ما تثيري غضب الأب أمام أبنائه ولا تتكلمي عليه بسوء أمام أبنائه لأنك أنت حتكسر قيمته قدامهم ما حيسمعوا منه ما حيقدروه فإحرصوا قدر الإمكان الحوار مع أبنائكم مع بناتكم زمان إحنا كانوا لما نقولونا لا تعمل داش شيء نقول حاضر بدون ما نناقش كانت هي طيبة ومو طيبة طيبة أنه إحنا بنطيع والدينا طاعة عمياء بدون ما نسأل ونناقش وهذا وتعرفنا على بعض الأمور الآن بس الجيل الجديد هذا ما عد يقبل تقول له إيش لا لا تعمل هذا الشيء يقول لك حاضر سم على أمرك ما يقول لك هذا الشيء فعشان تعينوا أبنائكم على بركم ترى التربية اللي أنتو تربيتوها يا أبهات وأمهات تختلف عن تربية هذا الأصر ربوا أبنائكم لجيل غير جيلكم ما هو جيل هذا زيكم إحرص يا أب تصاحب أولادك اجلس معهم اجلس مع أصحابهم هايش رأيكم نخرج مع بعض خرج أولادك ولدك وأصحابهم وألعب معاهم برة العب معاهم كورة العب معاهم سوي مشوي معاهم العب معاهم أي شيء أنت يا أم اجلس مع بنتك تفهميها تفهمي وضعها في بعض الأمور مثلا إحنا في زمننا نقول إيش الهبل هذا اللي بيسووا الجيل الجديد دا زي مثلا دحين الموضات الطالعة اللي بيحطوا مثلا يعني في فترة الدور البنات بيحطوا مثلا مناكير مشكل أشكال والوان والأزرق والأخضر طب في زمننا إحنا كنا نقول إيش الهبل دا اللي بيسير في زمنهم دا واو هذا حيلو هذا موضة صح أنت ما عجبتك بس يا طالما أنها قاعدة بينه وبينك ولا قاعدة في مكان أو في فترة الدورة ما بتمنعها خليها تحط يا سدي لا تقول تمنعيها خليها شفتيهم يتصقعوا يترقعوا يمزحوا يصرخوا ما أنا عارف إيه أنت ما تعودت على كده فاضحكي معاهم طالما قاعدة في حدود الشرق طالما ما عدوا الشرق اعطيهم نعم هو ما أساء الأدب بينهم بين بعضهم أيوة خليهم خليهم يمزحوا يضحقوا يلعبوا شاركيهم بعض الأحيان إيش مثلا تمثليات ولا شي إتكلمي معاهم إتناقشي معاهم إجلسي معاهم لا تقولي هتمنعيهم مرة تماما من تلفزيون ولا من أفلام ما حيتمنعوا لو منعتيهم أنت حيروحوا تفرجوا عليها من وراكي لا إجلسي معاهم وهم بتفرجوا ناقشيهم فيها بالله يجوز ذا الكلام بالله يصير ذا كده إشهد لأنه اللي ما يعرف الخطأ حيقع فيه فهم يشوفوا ده الشي وهم يقولوا لك ترى هذا غلط ترى هذا صح ترى هذا ينفع ده الكلام ينفع أحد يتكلم مع أمه ينفع أحد يتكلم مع أبوه خليهم منع ما حينفع زمان كنا إيوه يمنعوا ويمشوا الجيل هذا تمنع من هنا والله يسوي في عندك انترنت في عندك جوالات في عندك ما تدري إيش كل شي مفتوح فعلا سدعت دالي هذا الأمر يحتاج إلى صبر من الأب والأم أنهم مثلا يجالسوا ويحاوروا ويصوبوا بكل يعني سعة صدر يعني قد يجدوا أشياء يعني يضيق الصدر شيء يولعوا منه لكن يعني لابد أنه يجتمع على أعصابه حتى يحاول أنه يربيهم للأسف أنا فعلا يعني وجد أنه الإنسان الأب والأم لما يلجأ إلى أنه يضرب لما يضرب أو يقصي أو أنه يصرخ معنى ذلك أنه لجأ إلى أضعف الحلول يعني يعني ما عنده شيء يعني يعني يعتبر مفلس ما استطاع أنه يربيهم يجلس معاهم ما عنده إلا أنه يضرب أو أنه يخاصل هذا أنا أعتبره أب أو أم مفلسين تماما من أدوات التربية نعم لجأوا لأضعف حل وبعدين خلاص ولدك حيقول لك إيش في عندك أكتر من الضرب أعلى ما في خيلك أركب صحيح خلاص أنت قدك شبس ضربتني ضربتني لكن وعمر من الخطاب كان يقول لك علق العصى ولا تستخدمها علقها مجرد تخويف أما مجرد ما تستخدمها خلاص أنا عرفت ودقتها كلها ضربة ضربتين وانتهى الموضوع صحيح خلاص ما عدث عندك شيء تعاقبني بي إيش في عندك تطردني من البيت دامونا قلبهم روح لطرده فما حتى هذا هنا الدعاء المستمر الدعاء المستمر ليهم بالهداية الدعاء الدعاء مر يا أبهات ويا أمهات والله بالذات في فتن العصر هذه الأيام إنك تدعي لهم تخاف عليهم المخدرات صارت منتشرة يعني بنات السوء أولاد السوء صار الواحد هذا أستودعيهم عند الرحمن مع التفهم التام التربية زمان ما هي التربية زي دحين غير إنه يحتاج منكم مو دلع مرة طيب ولا قسوة مرة خد بين الاثنين علموهم المسؤولية خد أنت ولدك علم أولادك إنه يروح مع أخواته أغرس الحب بين الأولاد وبين أولادك وبناتك نعم خلي يوم ما تكون بنتك تبتروح مكتبة يا ولدي خد أختك لو سمحت وديها المكتبة طيب خد أختك وديها الدكتور خدها مو على الأساس إنك أنت خايف مني وتروح تسمع كلام لكن حبا أنت وليها اتحمل مسؤوليتها مش إنه هذا خد أمك خلي أم خليك مع أمك عند الدكتور وروح أنت معهم علموا مسؤولية أمه وأهله وأخواته يتحمل مسؤوليتهم مش قاعد لوحده وأمه تخدمه ولا تسوي كل الشغلات عنه لا علم أنه هو يروح يسوي شغلاته بنفسه هو يخدمك بحيث إنه يتحمل برك تكبر تعجز يا أب تجد من يحملك أنت كيف حملت أمك وأبوك كيف حملتهم كيف حملت أمك وأبوك مهم علموكم تتحملوا المسؤولية جينا إحنا الجيل هذا عشان خافين على أولادنا لا 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 ما نام زي الناس يستي خليه يقوم مع أساها ما نام زي الناس اتعلم اخشوشنه فإن النعمة لا تدوم نعم يبغى ينام على سرير وثير خليه ينام مرة على الأرض خليه ينام مرة في شي خشن خليه مرة ما يكون عنده هذا ومو لازم تتلبى كل طلباته عشان يحس بالنعمة نعم ومو لازم تتلبى كل طلباته ما يلبسوا آخر ماركة ولا أحسن شيء ولا حاجة لا نعم معلش يجي يقولك بابا أشتري داش شيء أتكلم مع أقوله معلش حبيبي أنا دحين الآن ما عندي فلوس أشتري لك هي لما تتيسر معايا خلاص يفهم الطفل أنه أبوه عنده ميزانية معينة يجب أنه يمشي وفق الميزانية دي أما مو أني أنا أعطيهما انتحر علشان أعطيهم كل اللي أبغوه وبعد كده خلاص إنت إيش قيمتك يا أمي وأبويا أنت بس حتدربي لي كل طلباتي الخطأ مو منهم الخطأ من الأب والأم اللي هم أعطوهم كل شيء من صغرهم أعطوهم كل شيء يبغى اللعبة دي يشتري له هي لأ علموا تروح البقالة طب شوف سحرها كام غالية ولا رخيصة خليه يتعلم يعني أنت خلتيني الذكر لموقف لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان عنده الطعام الصدقة وجاء أحد أطفاله أخذ من هذا الطعام وضعه في أمه فمباشرة عور عزيز نزعها من فم الطفل وذهب إلى أمي يبكي فقال لمن حوله قال والله كأني نزعت قلبي من مكانه لما نزعت هذه اللقمة لكن لأنها لا تحل يعني حب أنه يربيه أنه هذا شيء لا ما هو حقنا تبع المسلمين نعم يعني حتى أنت أب يجوك ضيوف علم ابنك يجي يستقبل الضيوف يباشرهم نعم لماذا حيفضروا أطفال راجل طول بعرضه هذا تحسوا ماشي البنطلان اللي نازل ده نصه نازل مع يا جماعة رب الأولاد ورب البنات فعلا أنها تستقبل الضيوف وتقوم بمسؤوليتها صحيح عظوا أن ناخذ الاتصالات نعم نحن ناخذ الاتصالات الآن بس نذكروا المستمعين الكرام بأرقام التواصل لمن أراد أن نشاركنا على STC 847700 موبايلي 640 660 أما زين 746262 هنا من موضع دعاء للوالدين نذكر قصة والدة الشيخ سديس حين دعت له أن يكون إمام في الحرم فسجاب ربي دعوتها وأصبح من أكبر الأم وهو لا زال يعني يذكر هذا لأمه يقول كنت أجنينها وأنا صغير لكن كانت تدعي لي يا رب الله يديك وتكوني ما يحرم نعم رحمهم الله جميعا وأحفظ لنا شيخنا شيخ سديس وجميع مشايخنا وعلماءنا من المشاركات التي جاءت أنا طبعا الأسئلة أنا شعاع عمري 17 سنة حبيت أدخالي وخطبني وهو يحبني وعمره 24 وطبعا كلمني بس ما كتملت الرسالة شعاع رأيت تكملي أنا أعرف أبوي هذه رسالة ثانية يستخدم حبوب وما أدري وش أسوي ما قدر أقول لأمي وأخواني ما بيطيح من عينهم وما بمشاكل تعبت من سنتين وأنا عارفة يعني المشاكل اللي ممكن تصير إيش ممكن هي تسوي أيضا رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومباركة مشكلة أن زوجتي شافت محادثات ورسائل لوحدة في جوالي وصارت مشكلة كبيرة علما بأن هذه المرأة علاقتي معها عمل وبزنس ويشهد الله أني أحب زوجتي وعمري ما خنتها أرجو نصيحة لي ولها وجزاكم الله وخيرا أيضا رسالة أنا بدر من جدة أنا مملك من ثمانية شهور تقريبا وباقي على زواجي تقريبا خمسة شهور وأحس الفترة ذي فترة ركود في علاقتنا ومشاكل كثيرة على أتفه الأسباب وأحيانا أنا مخي يتربس وأحيانا هي تعصب في الأخير نمشي حالنا ولكن اللي مزعني أنه لسه كل واحد شاهل في قلبه ولا يتكلم خصوصا هي ما تنسى ولا تتكلم إلا بعد ما أتعب معها دي مشكلتي أيضا رسالة أخرى شكر لله ثم رسالة اعتدال إدريس على النصاحة طيبة جعلها الله في موزين حسنات وشكرا وصول للأخ عادل الله أعطيك العافية أخوي أحمد الحربي السلام عليكم جميعا أنا كنت مغرم متلهف وأبدل كل جهدي لكي أظفر بفتاة أو أشبك علاقة مع أي بنت أشاهدها في سوق في مستشفى في شارع المهم أني القيم علاقة معها فاللهم عفوا عني عما بدر مني اللهم آمين وأوجه رسالة عاجلة للمغرمين أمثالي أقول لهم ليست بحياة هذا بالعدم استقرار وهم وغم وكذب في كذب وما ترك شيئا لله عوضه الله فتركت كل هذه العلاقات ورب الكعبة إني أرحت راحة نفسية وجسدية والله الحمد وخفت الله في إخواتي وزوجتي اللهم آمين هنأخذ اتصال طبعا ذكرهم على الأرقام 026161100 والرقم الآخر لمن وجد زحمة اتصالات على 70257499 ألو مرحبا عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخوي تمعنا على الهواء نتعرف على اسمك حادل صح؟ نعم حياك الله أخوي بدر الحمد لله الحمد لله أهلا وسهلا يا أولاد صراحة أنا ممكن ممتبعين قناة ألف من زمان من حوالي سنتين تقريبا نعم قطعت فترة والحين رجعت لها ثاني مرات نعم بس ومن جد من جد يعني أتشكركم على البرنامج هذا وود أنكم تكثروا بدل ما هو بس في الجمعة يسيرت اسبوع غالشية ثلث أربعة مرات الله يعيني إن شاء الله فعلا والله استفدت نسأى الله أني يبارك في هذي الساعة التي قدمها يا رب آآ أمين يا رب إن شاء الله وجمعا بارك عليكم أولا كنت بوسلっと أتذال على بالنسبة للأطفال للأطفال الحقوق أنا كنت أسمع البرنامج من أوله نعم على التربية ما التربية طبعا يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد عندي ولدين ما شاء الله واحد عمره خمسة سنة والثانية كوه سنتين السنتين وديته بيتدد شوية هناك في الرياض تروا بجيب إن شاء الله المشكلة في التربية الحين في الاثنين يعني ما أدري هو يمكن زي ما قلت لي أنه هو مثلا الأقناع يعني أنا حس أني متميل أو رغبتي للصغير أكثر من الكبير يعني يمكن الصغير ما يفهم ذلك الكبير دائما كل شيء تلاقييني دائما أبد الصغير قبل الكبير أبدأ الصغير قبل الكبير من ناحية أنه والله أعشي له أو أن أدله أكثر من الكبير بحكم أن هذاك أقول خلاص شوية كبر لا يعني ما يصير أن أدله أكثر من ذا ما أدري كيف وساعات أحس أن الأم كذا مهتمة يعني يمكن حكمة اهتمامة في الصغير أن أشوف الأم مركزة تربيتها أكثر على الولد الكبير تبغى تنمي مواهبه يعني بحكم أنه ما شاء الله شوية في الذكاء الزائب أو أن نبيه أكثر من الصغير وزي كذا الصغير كذا طالع يعني ما أخذ يعني كيف أقولك والطبع أنه بدوي عربج كذا يحب دفش ومش عارف كيف وزي كذا فدائما تتلخبط عليه أمور أن كيف أحاول أوزينها معرفة بالفترة الأخيرة بعد ما أنا سويت عملية وزي كذا ونبدأت من وزني حفيت أن سيارة العصبية زايدة فصرت ما قدرت مانت عصابي يعني من جرد حركة دفشة من الولد الصغير أو من الكبير تنرفس الله يعني الشيطان أقول زي كذا أو الله يخرف فن الشيطان استغفر الله وساعات تلاقي أساب مع الأمة قولها هذا التربع ما يصير أتخليهم كذا نايمين طول الوقت أو للصحيح من بدري تعلموا قومة الصباح نشطوا أو شيء زي كذا فما أدري والله ودي مني أخذ فكرة عامة طيب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كيف أتصرف معهم والله يعطيكم ألف عام والله تعطوا الإدارة حق برنامج الاقتراح إنه والله يتكثروا من برنامج سعادة عجلال سعلا والله نستفيد منه بإذن الله أخي بجرد ألا يتقبل مني ومنكم صالحة العمار شكرا الله ناخد تصالة آخر مرحبا ألو 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أتو الله وبركاته أفد الله ومساككم بكل خير إن شاء الله جميعا يا رب تعرف عليك أخوي أه محمد المطلق أه لا أهلا والله أهلا أخوي محمد الله يخليك يعاتيك إن شاء الله يا أهلا والله يوم معتدار كيف حالك الحمد لله أهلا يا ابني كيف حالك طيب الله يخليكم إن شاء الله أتفضل يا أول شي أشكركم على هذا المعمد يمكن شكرت العادل من الأسبوعين وماضي نعم عما بدأت البذرة الله يخص الله يسلم جميعا يا رب آمين يا رب آآ عندي نقطتين إذا فيه إمكانية حضر آآ النقطة الأولى اللي هو يعني آآ عندي آخ يعني آآ شاب آآ يعني مشكلته إن كل ما جينا نعطني عبد نعم طيب موضوع الزواج يتحجج بحجج أنه يعني لسا أنا ما أبغى آآ أنا مابغى من القبيلة الثانية أحيانا يكون خلاص آآ آآ فيه عروس جاهزة ومواصفاتها متميزة وكذا بلت يقول يحط إلى له عذار آآ يعني تحجب عن الموضوع حالة هلسة الأول كم عمر أخوض؟ آآ تقريباً آآ أربع وشرين سنة آآ أربع وشرين سنة طيب آآ أهلا الموضوع الثاني أنا إن شاء الله في آآ خلال آشهر قاد مسألات يتمنى الأمر على خير. يعني زوجت إن شاء الله بإذن واحد أحد. يعني أحتولد. أنا بس أبغى. الله أميني الله. أنا بس أبغى بطريقة. يعني أنا إلى الآن يعني ما قد دخلت في خضم آآ الأولاد أبدا. أبغى طريقة مناسبة. قبل ما يجون أولادي أعرف كيف ربيهم. وأوقف يعني في صفرهم. بحيث أني أنا بإذن الله يعني إذا كبرت وأخدم يعني يخدموني وصمون دينهم ووطنهم. أبغى يعني تربية مناسبة. أسلوب تربية مناسب. آآ يعني يعني يخدم هذا يعني يخدم الطفل. وياكم إن شاء الله الله يسهل لزوجتك الأولادة. وارزقكم بالولد الصالح كامل الخلطة والخلق يا رب. يا proves الله امين يا الله. يا نخط الصال ثالث وبعد الإنجابات. يا هلا السلام عليكم عليكم السلام مما؟ الحمد لله اتفضل يا بنتي انا مش كنت باختصار لاخواني من الاب انا عاشي مع مرس ابويا وابوي يعني كذلني عليهم عشان امي مهنة عندي وهنا اكبر من اخوي بشوية فيه كراهني ان كل ابويا بر البيت يحاول يضارب معايا يتجي بنا حاجات كثير غلط وانا ما ارد عليه ومرة لو عصدت ارد عليه وحاولت اتقرب منه برضو يكرهني حتى حاولت اهتمت اهتماماته عطي وجهة اتكلم معا اتفضل الله يقولي انا اكرهك انا 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 وانا عارفة كل هذا اني غار مني كم عمرك انتي بنتي؟ 17 سنة واخوكي؟ 16 طيب في عندك اخوان تانين من الاب ولا بس هو واحد؟ لا عندي الخير بس هو يعني على القرب مني هو اللي اكتر واحد؟ ايوه طيب حبيبة طيب يجيك الجواب يا ماما ايوه طيب ناخد الاجابات صدعة لذا طيب اول شي اللي بتقول طبعا امرها 17 سنة وخطبة ولد خالها وامره 24 سنة ما كملتها هذا يمكن ان تكون ارسلت لك دحينة الباطن ايوه اللي بتقول ان ابوها بيستخدم حبوب مهدئة حبوبي يعني فيمكن قصدها حبوبي يعني سبحان الله العظيم ما نعرفش هي الحبوب اول شي ابغاك يا ابنتي تتقرب الابوكي وتحاول تحني عليه تحاول تتعامل معاه باسلوب مؤدب وبعد كده حطي لو جاي اي شي مثلا كتاب عنده عن المخدرات وكيف تأثر على الانسان حطيه قدامه لا تقولي له اقرأ دا ولا سوي دا طيب لانه ما حيتقبلها منك انك انت كبنته ما حيتقبلها منك فانت حطي هاد الاشياء قدامه قد تكون هاد الحبوب الله اعلم ايش بتسوي او حاجة فانت حطي مع الدعاء المستمر للوالد انه ربنا يهدي ويتوب عليه طيب اللي بيقول انه زوجته شافت محادثات وصارت مشاكل كبيرة وهاد الاشياء هاد الصراحة مرة حلوة هاد كمان كتير من المشاكل يقعوا فيها الازواج انه يكون عنده في الفيسبوك حقته ولا المحادثات بتكون مع بنات والله يعني معهم حق حريمكم ترى يغاروا يعني انت تتصور بالله انت لو حرمتك حاطة محادثات مع شباب هتسكت ولا ما هتسكت هتسنسف سنسفيلة وتشيل منها الجوال وتعمل لها مشكلة فهي كمانا ادمية وهي بتغار عليك اكتر ما انت بتغار عليها ترى فهنا ما بقول لك غير الحوار معاها واحرص قدر الامكان لما بتكون معاها عمل او شيء خليها هي تشاركك عساس تعرف انه ما بينك وبينها شيء يعني انك مش انت بتخبي عنها او حاجة انه والله تعال بالله يرديلي عليها بالله قولي لها كده فهي تحس انه الامر عملي مهوش انه امر في يعني اشيات غار منها اللي بيقول مملك من 8 شهور وباقي له 5 شهور طبعا من البديهي انه لما تطول فترة الملكة من البديهي بتصير مشاكل عادي ترى لانه خلاص يكونوا طفشوا يعني الزواج ليش بتكون في المشاكل شيطاني غير تختلف عن فترة الملكة لانه خلاص فيها يعني التقاء مع بعض فيها عيشة مع بعض في سطح واحد تحت سكف واحد في بيت واحد بتصير اشياء احداث جديدة اما فترة الملكة زي اللي ايش زي اللي محطوط كده ومانعينهم عن بعض نعم يعني ده محطوط هنا ده محطوط هنا ده ممنوع تقرب وممنوع تعملوا اي حاجة فتحس المشاكل بينهم تكتر ويبدأ يصير يتخاصموا على ادفه شيء فترى هذا امر طبيعي امر طبيعي جدا انه بيحصل حاول انك انت تلاقي شي تتكلموا فيه او شي تبنوا حياتكم فيه واستقبلكم فيه هذا اللي قلنا انه فعلا كان بعاكس ومن عارف ايه اولا اسأل الله له الثبات ومرة رائع انه فعلا ارسلنا هاد الرسالة اللي بيقول يا شباب اللي انتوا قاعدين تبغوا ترقموا البنات ولا تبغوا تسووا اي حاجة ترى ما ينوبكم غير الغم والهم واتذكروا انه عندكم انتوا اخوات وزوجات وامهات وممكن يكون عندكم بنات بعد كده بيحصلهم هذا الامر فازال الله خير انه هذه الكلمات من رجل ما رسداش شي وسووا هذا الاشياء وبيقول لكم يا شباب ترى ما وراها غير تعب القلب ووراها الهم والغم ووراها الكذب وان الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب طبعا لانه انت بتمثل على ذا بتمثل على ذا حيجي يوم من الايام احد يمثل على اختك ولا على بنتك ولا على زوجتك ولا على امك حتى فانت كما تدينه التدان والديانه لا يموت نعم بدر العمودي من البديه يا بدر انه عادة اللي بينقص وزنه وبيسوي عمليات انقص الوزن بتصير له ردة فعل جسمه بيصير ردة فعل كأنه بيخاصمه بيقولك انت فين شلت الشحم اللي كان عندي والمونة اللي كانت عندي فمن البديه انه تصير عندك عصبية زايدة بالنسبة للاطفال عادة دائما دائما اول طفل عندنا اعنا نبقى نحط نطبق فيه كل نظريات التربية انه نقعد نربي فيه ونعمل فيه وبعض الحان يا حرامي تعقد الطفل من كنت ما نبغى نتخلي طلع مثالي اجي الطفل الثاني دائما دائما رقم اثنين اطلع لك ما شاء الله تبارك الله واحد نمسي يعني طيب واحد عكروت ما شاء الله تبارك الله وياخد الجو هذا دائما رقم اثنين كده فترى هذا امر بديه وامر طبيعي ترى كون انه بتقول احنا كيف نفرق بين المعاملة ترى كل طفل له شخصيته فيه يعني اطفالك ما هو شخصيتهم كلهم زي بعض فيه واحد شخصيته هاد او اسمع الكلام كله واحد ما شاء الله تبارك الله تلاقيه تسلك على الجدران زي زي سبايدرمان يعني واطفال تحسينهم حنونين وفيه اطفال كتومين فهنا الاب والام يجب انهم وفيه اطفال تحسينهم حبة زايدة كده في القلب انحبوا يعني سئل رجل قالوا اي اولادك احبوا اليك قال الصغير حتى يكبر والغائب حتى يرجع والمريض حتى يشفى وكلهم اولادي يعني كلها محبا فانت بس احرص قدر الامكان انه ما تظهر هذه المحبة الفرق بينها الاولادك علشان ما يغاروا يعني اخوة يوسف عليهم السلام طيب ليش غاروا من يوسف لانه كان سيدنا عقب عليه السلام يظهر المحبة الزايدة ليوسف فغاروا منه فانت احرص قدر الامكان الحق حق طيب غلط الصغير يتحمل غلطه ممكن نفهم يعني نورس بينهم انه الصغير الكبير يرحم الصغير والصغير يحترم الكبير ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرا فتعودهم هنا بالنسبة للكتب اللي بتقرؤوها وحتى اللي كان بيسأل محمد المطلق عن اسلوب التربة المناسبة في كتب كثيرة وفي مواقع كثيرة على انترنت ادخل فيها كيف التعامل مع الطفل المشاغب كيفية التعامل مثلا مع الطفل المشاكس في كتب كثيرة نفسية يقدر يرجع ليها واولا وآخرا القدوة مرة مهمة جدا مع الدعاء لهم بالهداية محمد المطلق اللي بيقول اخوه ما يبغى يتزوج اخوك عمره 24 سنة طيب احرص انه اجلس معه انت ليش ما تبقى تتزوج هل مثلا في عندك احد ممكن يكون بحب له احد وبس بيعني يتوحكم شوية فاحرص اجلس معه وتفاهم معه وتكلم او قد يكون لسه بدي ابني نفسه اللي بتقول اخواتها من ابوها ما بيكرهوها وهذا بالذاته وستعشر سنة ترى يا بنتي ترى مش عشان اخوك من ابوك لأ عادة عادة الاولاد طيب مع احترامي للرجال يعني الولد ترى من عمره لما خمستعشر سنة لان يصير تمنتعشر او عشرين سنة يكون غتيت بصراحة طيب فترى يعني لانه في السن مراهقة والله حتى لو اخته شكيقة يقعد يناحل فيها ترى يعني بالذات يوصلوا سننا المتوسط والثنوي يكونوا فعلا كده تحس كأنه زي الشوك كده واكفين في الحلق ويناكفوا يعني مزاجهم المناكفة ومزاجهم انه يحرقوا دم اللي قدامهم هم كده طيب بعد لمن هذا يكبر حيحس انه حيحبكو هذا لا تيأسي طالما اخوانك اللي اصغر من ابوكي يعني بيتعاملوا معاك طيب عامليه بالطيب ترى حتى لو كان اخوك الشكيقة حتلاقيه يتعامل معاك بالطريقة نعم وما حينساهلك ان شاء الله لما يكبر ما تتعاملي معاك ترى اسأل الله ان نؤلف بين قلوبك امين امين يا رب اعتقد انه احنا مصنع كثير من اتصالات ورسائل حقيقة من المسمعين والمستمعات نطمح لو كان هناك ان شاء الله حلقة خاصة للاجابة عنها ويكون هذا يوم مفتوح لكن يعني خلاص هذه النهاية وهذه حالة الدنيا لكل بداية النهاية سبحان الله العظيم الاضاءة فقط الاخيرة نعم الغياب قد يميز بين من يحبك وبين من اعتاد عليك فقط فالصمت هو النقطة الاخيرة لكل الاشياء شيء واحد لا تندم عليه ابدا هو حسن خلقك للناس حتى وان قابلوك ايش بالاساعة وعلمتنا الدنيا انه اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس وتعلمنا انه نقول الحمد لله على الصحة والعافية وتعلمنا انه الحياة ممكن تنتهي بأي لحظة وتعلمنا انه نسو الخير وما ننتظر مقابل وتعلمنا انه الكلمة الحلوة والنفس البشوشة رأس مال الطيب وتعلمنا انه اغنى انسان في العالم هو من يملك راحة البال والصحة وانه اللي يبغى الناس يسمعوه لازم يسمعهم ايش اول وانه السفر يبين لك معادن الناس وانه بعض الناس للمصلحة يصبروا والنعم فيهم يسألوا واتصلوا واذا خلصت مصلحتهم ما يعرفوك نسأل الله ان يرزقنا وإياكم الصدق والاخلاص في النية والقول والعمل ويهدي اولادنا وبناتنا ويرزقكم الذرية الصالحة والازواج الصالحين والزوجات الصالحات للي مهم متزوجين بس طيب مجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم سلام واركاتو شكرا سيد اعتدال على كلماتك الضافية وأيضا على إجاباتك للمسمعين والمسمعات ابقوا معنا وفقرة قطفة وحكمة اشتركوا في القناة